رجلانكم ثاني بقى في الفقرة الثالثة مشغبات عادل وعليق هنهبس المشغبات تتعمل كل يوم عالزين بقى نعمل برنامج كده نطلع فين شغب بعض انواق كل يوم كالعادة انا بفجق على الهوى وهو النقضى ما يعرفش انا فجق ايه خلينينا اول بس الاول نراحب بضيف يضيفكم دكتور عادي المرزوق استشاري الصحة النفسية والادارية ازاك انا تفورك ايه صباح الفول عليك ايه لا تفور ايه موضوع مفاجئة ايه بقى خصة المكروباس فمقف المكروباسات ايه بقى خصة لا 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 يعني فيه موقف حصل معاك من 3 اربعة ايام في مقف المكروباسات ايه بقى الموقف بقى ايه بقى الكلام ده انا بقولولك انا هواقق بعض انا اعلم ايه بقى خصة لا مفيش كنت راكب يعني ومسافر من المحافظة للتانية انا من النوع اللي بدي محاضرات في اكتر مكان فبتحرك كتير فلقيت حد كده داخل علي بفتح بابل العربية وانا قاعد منتظر بقى يعني العربية تحمل يعني كلنا ونطع تمام فبيقول لي وانا تحرك بتيجي في التلفزيون قلت له اه قال لي عن قناة الصحة والجمال قلت له اه باجي على قناة الصحة والجمال برنامج صاحتك صروتك قلتوا بتتكلموا كده في موضوع كده المرة اللي فاتت قلت له ايه عن الكاريزما اه تمام وبعدين لسه بتكمل بنتكلم لقيت ومسايبني طالع ها هو يا رجال ها هو اعرف اهمية الموقف دي ازان احنا قناة متشافة وبرنامج متشاف فكل كلمة بنقولها بتسمع في الناس انا ابتل حاجة جابتني مش ان هو بيقول ان انت ظهر في التلفزيون انا لقيته بيتكلمني في الموضوع اللي بنتكلم فيه عصوه ممكن يبقى شايفة يعني ممكن انا بقلب بتاعيه ايه تحدي كده بس انك تبقى فاكر الكلام اللي بيتقالك انو كنا بنتكلم عن ايه او ايه الموضوع لا يبقى ازا انت مهتم وبعدين الموضوع انه يبقى موجود في اكتر من شراحة من المجتمع بكفة طواقفهم وكفة ثقافتهم فده بصراحة كان مؤشر كويس بس داني احساس بالمسئولية الهدف الاساسي من برنامج صحتك صروتك هو اللي حصل معك في مواطنة المجربسات ان احنا بنقدم حاجة للناس لو تفتكر الحالة الاسبوع اللي قابلة لفات انا بتتكلم عن قوانين الكارزما ولفت نظري في قوانين الكارزما وانت بتقول القوانين كان القانون التالت او الرابع على ما افقد وقلت من اهم الحاجة الثقة بالنفس اه طبعا تمام؟ عايزين بقى نخش كده في الثقة بالنفس نعرف يعني ايه ثقة بالنفس وعلاقة الثقة بالنفس بالكارزمة ممتاز جدا طيب هي الفكرة ببساطة خالص ان لو احنا عملنا هرم لو سمنا هرم كده سمناه هرم الثقة هنلاقي ان قاعدة الهرم ناس عدمت الثقة يعني فيه ناس ما عندهاش ثقة بنفسها اللي اعلى منهم ثقتهم في نفسهم ضعيفة ثقة ضعيفة اللي اعلى منهم في الدرجة ثقة متوسطة تمام اللي اعلى ثقة مرتفعة طب فيه اعلى من الثقة المرتفعة هم اصحاب الكارزمة يعني قمة هرم الثقة هي الكارزمة تمام ولذلك احنا اتفقنا على concept او مبدأ قبل كده قلنا ان ما فيش شخص كارزماتيك مش واثق في نفسك يعني معنى ذلك انا انا فكرنا نهاردة هي الثقة بالنفس والكارزمة تمام صح كده اعتبر ان الثقة بالنفس هي القعدة الاساسية للكارزمة تمام يعني عمري ما هيكون كارزماتيك وانا عندي مشكلة في الثقة بالنفس تمام فلازم اقوي ثقتي بنفسي الاول وبعد كده بدأ ادورا كده هو انا اللي بقوي ثقتي بنفسي ولا اللي حولي هم اللي بيقوي ثقتهم بنفسي حلو حلو سؤال جميل الله عليك الله عليك فكرة ان انا اللي بزود ثقة في نفسي ولا الناس اللي حولي اللي بتزود هي فكرة معادلة متوازنة ما بين الاتنين تمام بمعنى ان انا تقديري لذاتي بيفرق ثقة بنفسي واراء اللي حولي او قد بيزود الثقة واو قد بيقللها بس درجة استجابتي لاراء الاخرين هي بقى اللي بتفرق يعني لو انا استجابتي استجابة هشة اللي هو يعني انت قلت كلمة حلوة فانا تحفز قلت كلمة وحشة فانا احبط اذا ان انا في الاخر كاني مديك مفتاح شخصيتي يعني اللي هو اقول اللي انت عايزه انت النهاردة تعمل ايه هتبسطني ولا هتكئبني هتقول لي كلمة تحفزني ولا كلمة تحبطني هتقول لي كلمة تزود ثقة في نفسي ولا كلمة تهزني فهي الفكرة ان الاصل بقى يعني لما هنخد بقى في الحوار هنفهم ان الاصل ان الموضوع جاي منك انت من جوه ده المفروض من ذاتك انت من ذاتك طبعا من ذات من جوه تمام ده اللي يوضح بقى علاقة الثقة بالنفس بالذات اه طبعا بتقدير الزات اه يعني الثقة بالنفس لها علاقة بتقدير الزات وفيه فرق في المفهومة بينهم الاتنين وجهين اللي عملة واحدة الثقة بالنفس والذات وتقدير الزات تقدير الزات مقدر ذاتي لا مش فهم يعني ايه تقدير ذات بقى بقى الراحة كده جميل يعني بمعنى اصح لما يقولك انا مقدر فلان يعنيrån بس انا لمقدرك جميل ما انا بسألك يا اقوله انا مقدر فلان انا انا بقدر حضرتك اه او انت بتقدرني او بتقدر العلم اللي عندي انا ايه بتقدر انت شايف ان انا بقدم حاجة ليها قيمة فانت بتقدرها تمام حاسس ان الحاجة ذات قيمة فمدلها قدرها تمام شأنها يعني أنا حاسس بقيمة ذاتي حاسس بقيمة نفسي عارف أن أنا إنسان موجود على هذا الكوكب ربنا خلقني في أحسن صورة إنسان عندي طاقة تكفي تكفي أنها تنير الكوكب أو مدينة كاملة على مدار أسبوع إنسان عنده مليارات الخلايا في مخه إنسان ربنا خلقه ولقوا إمكانيات ما يستهلش أن يبص نفسه نظرة دونية ودي الأزمة المشكلة كلها أن عكس الثقة بالنفس حاجة من اتنين يواحد مغرور قوي ثقة بنفسه مديه له غرور زايد عن اللزوم فيبقى شخصية نرجسية يواحد عنده ضعفة في الثقة بالنفس فبقى شخصية دونية شخصية متجنبة هو بيحمد من نفسه أو بينزل من قيمة نفسه من قيمة نفسه بينزل من قدر نفسه ولذلك ثقة في نفسه بتقل عشان كده أنا بقول إن دايماً الثقة بالنفس هي الظهير الخارجي وتأدير الذات هي الظهير الداخلي يعني بمعنى أنا تأدير الذاتي هو تصوري عن نفسي حلو يعني أنا تصوري عن ذاتي إن أنا شخص ذات قيمة أنا بعرف تكلم كويس أنا قارئ أنا مطلع أنا بفهم في شغلي حتى لو أنا شغال ميكانيكي أنا صناعي شاطر أنا علاقت حلوة أنا اجتماعي أنا بفهم فتصور تصوره عن ذاته تصور إيجابي ينعكس في موقفه عن ذاته لأن أنت دايماً بتأخذ تصور عن الشيء ثم ينعكس بموقف عن الشيء يعني مثلاً إنت خدت موقف من فلان يقول لك لا أحسن فلان ده أنا أخذ منه موقف يعني أنت أخذ منه موقف سلبي سيء وواحد تاني أخذ موقف إيجابي أكيد يصبق هذا الموقف تصور يعني فيه تصور عن الشخص إنه هو شخص سيء أو دايماً بيعرضك بكلام وحش أو بينتقدك أو بيعملك بسيء مستويس اللي هو الانطباع آه تمام فبقى فيه انطباع عن الزات أو تصور عن الزات ده بيشكل تأدير الزات ثم بعد كده ينعكس في موقفك عن ذاتك ده يشكل الثقة بالنفس هو الناس عندها مفاهيم خاطئة عن الثقة بالنفس بقى كده آه طبعاً يعني منوضح إنه إحنا كده فاهمين الثقة بالنفس عاد مفاهيم خاطئة آه جداً إزاي بقى؟ من ضن المفاهيم الخاطئة مثلاً إن الثقة بالنفس مجرد شعور داخلي يعني أوعف قدام المرايا كده وقول أنا إيه واثق من نفسي أنا واثق من نفسي أوعف كده وقول أنا هكسر حاجز الخوف اللي جواي أنا واثق في نفسي جداً أوكي مش هو ده المعيار يعني الثقة بالنفس ليست شعور ولذلك لو دخلنا في حاجة اسمها دورة الثقة هنكتشف إن الثقة بتبدأ مش بشعور بالثقة بتبدأ بالإعداد يعني يكون عندي إعداد جيد لمهارة أنا داخل عليه ده من سن كم بالإعداد ده؟ الإعداد لأي حاجة من منزل طفولة يعني عايزة أولي الثقة بالنفس دي؟ يعني هو أنا لو جبنا طفل صغير عنده 3-4 سنين بيطلع على السن لو هو لسه بيتعلم المشي هل بيطلع طلعت ثقة وبينزل بسرعة؟ ولا سنة بسنة ومهزوز وخايف وبيسند؟ سنة سنة لأن هنا لسه ما فيش إعداد لما يتمرن ويمارس ويبقى فيه إعداد جيد يعني حضراتك بتعد للحلقة اللي بتعمله بتعد لزهورك على القناة المخرج بيعدل اسلوبه مثلا ممثل بيعدل الدور اللي هيقدمه لعب كرة بيعدل الماتشو بيتمرن ويتدرب لعب لعبة معينة هكذا صناعي بيتعلم محامي بيدرس قانون كويس فبقى فيه إعداد جيد الإعداد ده لما يتحط في الفعل يدينا الدائرة التانية في دورة الثقة وهي الأداء الجيد لأن كان فيه إعداد جيد حطنا في الفعل فبقى أداء جيد فلما أداءك يبقى جيد الناس تقيم أداءك فسمعتك تزيد وتعلى لما سمعتك تعلى تديك دعم بشعور بالثقة يبقى هي دورة بتبدأ بالإعداد مش بالشعور يعني أنا لو عديت نفسي كويس لحلقة معينة فحضرتك عديت نفسك حطناه في الفعل فأداءك بقى بيان جيد جينا نقيم أداءك المدام قالت لك والله دي أداءك كان حالو الناس قالت لك تسلم ما شاء الله استوبك كان رائع جدا في الحلقة فسمعتك بدأت تزيد فدا يديك دعم بالثقة بالنفس ولذلك بنسأل سؤال هل الطبيب الجراح بيبقى واثق في نفسه فأول عملية بيعملها ولا العملية رقمية فالعملية رقمية هل المحامي بيبقى واثق في نفسه في المرافعة الأولى ولا المرافعة رقمية بس هو بيبقى عنده الاستعداد ما هو ده الإعداد أيوة بس يحرك ضربنا مثال وأنا ماينفعش أتركه كده لما حاك قلت أن الطفل النهاردة بيطلع السلم هل هو طالع السلم في الأول بيبقى واثق بالنفسه ولا لا بس هي القصة في اللي حواليه مرضو هرجع تاني حتى أنا مفاكر نهاردة نحط عنوان الحلقة بتاعتنا اللي حوالي ليه هل الأب والأم بيبقوا سايبين ابنهم يخودوا التجربة فيبتدي يبقى واثق في النفس ونهيطلع السلم ولا لا مش كده وبس ده المفروض كمان يدلو دعم نفسي طبعا برابو عليك مفروض أننا أدعمه أيو أبدأ أشجعه برابو ممتاز آه زي ما اللي بشجعك كده أقولك الله عليك آه تمام برابوط الله نور ها ها طبعا إيه بقى أسباب ضعف الثقة بالنفس إحنا نكلمنا عن الثقة بالنفس بالتأكيد هيبقى فيه أسباب لضعف الثقة بالنفس جميل آه أسباب ضعف الثقة بالنفس فيه أسباب كتير من أولها التنشاء الاجتماعية منذ الطفولة حلو تمام وفيه فكرة المقارنة بالآخر إن أنا دايما أقوله شايف ابن عمك شايف ابن خالك شايف جاي بكام شايف أخوك بيسمع الكلام شايف ولا مش عارف إيه فدايما نعمل عملية أعقد مقارنة بينه وبين أقرانه أو بين أمثاله سواء في دركته بقى في المذاكرة بتاعته في أسلوبه في طريق حواره في الآخر دايما أعقد مقارنة بينه وبين الآخرين فدي سلوكيات بتيجي من بره ولكن بالنسبة لنا إحنا ككبار بعد ما كبرنا وعدنا مرحلة التنشاءة الاجتماعية أهم سببين لضعف الثقة بالنفس واللي مضمرين الدنيا أول سبب هي الصورة الزهنية السلبية عن الزاد تمام يعني أنا أخذ انطباع سلبي عن نفسي كلنا بلا استثناء اللي موجودين دلوقتي والمشاهدين اللي بيسمعونا وراء القناة كل واحد فينا عنده مجموعة انطباعات عن نفسه مأسومة في قيمتين قيمة أستطيع وقيمة لا أستطيع يعني أنا بعرف أو ما بعرفش أنا بقدر أو ما بقدرش أنا بفهم أو أنا ما بفهمش فمثلا على سبيل المثال أنا هسأل حرارك من لعب لعب الصغر أنا هسألك ونت تقول لي دي أستطيع ولا لا أستطيع أنا قدامي دي أو أستطيع فيها بعد دي مش عارف أستطيع إيه دا الحلقة أنتو دا ما فيش ثقة خالص في الملايين فدايما أنا عندي تصور ذهني عن ذاتي أن أنا إما أستطيع أو لا أستطيع أنا أعرف أو لا أعرف تمام فكلمة لا أعرف دي أو ما أقدرش دي اللي بتكتفني يعني أنا ما بعرفش أعمل كذا تمام طب اطلع أتكلم قدامي لا 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 أنا بطلق لك وبطلق بطلق وهرتبك فطول ما الصورة الزهنية دي عنده فهي عملاله قيد مكتفة حطاف قالب فمهما زود إعداده لنفسه وزود مهاراته الشخصية هيفضل دايما أداءه مهزوز وضعيف لأن بالفعل ما كانش محلش اللي هي الصورة الزهنية السلبية اللي مكونها عن نفسه تمام يحلها إزاي في ثلاث حاجات صغارية تمام أول حاجة رد إيجابي يعني ايه رد إيجابي؟ يعني بدل ما أقول أنا ما بعرفش أعمل كذا فأقول أنا أعرف أعمل كذا تمام صحي كده؟ تمام حال ما معي كأنا عشان نلكن معايا صحي كده؟ طب نخش على السبب الثاني؟ نخش على السبب الثاني هي التأثير بقراء الآخرين التأثير بقراء الآخرين لأن ممكن كلمة والدي لحضورك بتركز فيها النهار دا اللي هي حواليك ممكن كلمة تهد نفسيتك وممكن كلمة دعمك تمام وهنا برضو في مشكلة عندك انت بقى لأن انت المفروض عندنا علاء ولا عندي مي عند اي حاج مطلقي كلمته تهزه انا عندي المشكلة الوحيدة اللي عندي عمليه يقولي فاضل دي دي المشكلة اللي عندي طبعا ده مأثر عليك طبعا ده تأثير سالي شوفت ازاي المفروض ما تتأثرش بقراءة الاخرين احنا معنا وقتين اعفل الارباز وانا هنتكلم براحل فالفكرة كلها يعني انت لا تتأثر بقراءة الاخرين يعني رأيك فيها لا يدل علي تمام دول اكتر مشكلتين عاملين مشكلة وازمة في الصحة النفسية انا ما بتأثرش بقراءة الاخرين او في صحتي بنفسي حتى اللي يقولك انا بقطعك انا ما بتأثرش جميل يعني زي ما بيأثرش فيك لا بيأثرش فيك حلو يبقى اكتر سيبين ايه هم لا تستمع لقراءة الاخرين لا لا تتأثر بقراءة الاخرين وصورتك الزهنية السلبية عن ذاتك نتخف العوامل لا خلي العوامل نخليها الحلقة جاي وانا هربط خلي بالك اصطحنا قوانين الكاريزما هنأخذها زي ما قلتلك قانون قانون بتادي موضوع اهم قانون فيهم احنا بتادينا بالصحة بالنفس هنشوف بقى الحلقة اللي جاي عوامل ذات الصحة بالنفس ونخش بعد كده نشوف قانون تاني من قوانين الكاريزما نتكلف خلي بالك ان القوانين الكاريزما انت لما تيجي تبص لكاريزمة هي ممكن تبقى أساسي لحياة بتاعتنا انك تبقى إنسان كاريزماتي في كل شيء واحنا نفسها تبقى دولة كاريزماتيك عندما نبقى دولة كاريزماتيك هنبقى بين الدول كلها مميزين يرأيك في الأفلادي حال أضع عليك الله عليك نداية حدفتنا النهاردة عم بشكر دكتور عادي المرزوق استشاري الترمية الزاتية والإدارية والمشاغب اللي بيطلع دايما يحب شاغب معلع الحالة نهاردة خلطت بسرعة عشان كانت فيها بخلاء كتير وبرامن كتير ولكن على أهم اللقاء الأسبوع اللي جاي وقبل ساعة من دلوقتي وإحدى حلقات برنامجكم صحتك صلواتك أشوفكم على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة